اقرر البرلمان العراقي قانون جديد بجرم المثلية الجنسية بعقوبة بتوصل ل 15 سنة بالسجن حدد القانون تصنيفات جديدة للشزوز مثلا بيحضر المنظمات اللي بتروج للدعارة والمثلية تحت طائرة الحبس 7 سنين وهي تهمة ممكن تنطبق على منظمات حقوق الانسان بيحضر القانون كمان العبور الجنسة بناء على الرغبات الشخصية وبعائب العابرين والدكاترة اللي بيعملوا العمليات الجراحية بعقوبة بين سنة ل 3 سنين حبس بيديعي القانون الحفاظ على المجتمع العراقي بس هو بالواقع بيمنح تغطية شرعية لكل جرائم القتل والتمييز والتهديد يلي اكتسحت العراق مؤخرا مثل مقتل البلوجر العراقي نور بيقام والمؤثر سمسم بتهمة الشزوز بينضم القانون الجديد لإبداعات السلطات العراقية بالتضيئ على الحريات قبل تجريم المثلية شكلت وزارة الداخلية السن الماضي اللي جان مختصة بمكافحة المحتوى الهابط واعتقلت بهيه تهم الفطفاضة عشرات المستخدمين لوسائل التواصل أغلبون بلوجرز نساء بتمهد هاي القوانين للقتل وشرع نتل كراهية من دون أي محاسبة مثلا المؤسرة العراقية ام فهد يلي انحكم عليها السن الماضي بالحابس 6 شهر بتهمة خدش الحياء العام نقتل تنبارح لأحد حد بيتها ترجمة نانسي قنقر